اشتركوا في القناة المجموعة الوزارية الاقتصادية ومن المقرر ان يستعد الاجتماع عددا من المشروعات التي تعمل عليها الحكومة تجرى اليوم وغدا انتخابات مجلس وبالتكملية لدائرة مركزي التلاوى الشهداء بمحافظة المنوفية حيث تنفس في الانتخابات على المقعد الدائرة الذي خلية باسقاط عضوية نائب أنور السادات 22 مرشحا كما ستجرى ايضا وعلى مدار يومين الانتخابات تكملية على المقعد الفردي لدائرة مركز ابو كبير بمحافظة الشرقية والذي خلى بعد تولي عالم صلحي وزارة التموين قال المتحدث باسم البيت الابد شون سبايسر ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب مستعد لجازة شن هجمات اضافية على سوريا اذا استخدمت حكومته الاسلحة الكيموية مجددا او البراميلة المتفجرة اكد سبايسر ان الرئيس الامريكي ترامب يحتفظ بخير التحرك في سوريا ضد نظام الاسد كلما كان ذلك في المصلحة الوطنية واشارة لانه لن يبلغ احدا بلدوده العسكرية نددت كوريا الشمالية برسال الولايات المتحدة مجموعة بحرية الى مياه شبه الجزيرة الكورية مؤكدة انها لن تتوانع لرد على هذه الخطوة وقالت بيونج يانج ان الرسالة واشنطن لمجموعة بحرية تتألف من حاملة طائرات ومدمرتين وطرات قاذب الصواريخ الى مياه شبه الجزيرة ويثبت ان التحركات الامريكية للغازي وكوريا الديمقراطية وصلت الى مرحلة خطيرة نهاية مجزي الاخبار شكرا لكم وإلى مرتقاء